أخذ أم محمد عليكم السلام ورحمة الله إزاك يا مدام دعاية إزاك يا أم محمد لو سمحت أنا بس عايز أسأل فزيرة الشيخ إن أنا بقى لي فترة هو الحمد لله من ربنا رزقني بجوزي قوي الحمد لله بس أنا بقى لي فترة بحلم أحلام إن أنا بشوف كنيسة بتتهد وكل ما تتهد يطلع قدامي صليب أكبر من اللي قبله تعبان أسود لفف علي طيب أنا يعني أم محمد بس بسيط عند حد رزق أنا عندي والدتي مريضة قلب وسكر وعندها الفيروس بتتعالج منه وعندي والدي على المعاس عنده ستين سنة وعندي أختي مخطوبة بقالها فترة إحنا ثلاث بنات متجوزين وباقي أختي دي وأخي لسه في أول سنة وعندي أختي دي فراحها في 22 اللي جاي طيب ونقصها الأجهزة والله العظيم طيب إرجعي طيب للكنترول وهنشوف الموضوع ده يعني ربنا يكرم أنا طبعا موضوع تفسير الأحلام ده فضلت الشيخ أنا بعملوش في البرنامج بصراحة ما عرفش بقى حقيقة عايز ترد أو كده إنما ما عرفش رأي حضرتك إيه في قصة تفسير الأحلام دي بس يعني ده سكة تانية خالص غير برنامجنا طبعا مفهوم هو يعني البرنامج ما فيهش تفسير أحلام لكن لما يجي حلم زي كده وفيه مشكلة هنوجه بالقواعد العامة من الشريعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فلا يشغلن باله به ولا يحدث به أحدا وليعلم أن ذلك من الشيطان وليعلم أن ذلك لن يضره حلوة وليدفل عن يساره سلاسا يعني ما يستيقظ الإنسان على حلم مفزع يولي كده نحية اليسار وينفخ سلاس مرات فهذا يدفع عنه الشيطان ويعلم الشيطان بأنه صاحبنا فهم حديث سيدنا النبي ومتحصن بهذه الأوراد والأذكار ومشيشغل باله به واللي حكيته أم محمد من هذا النوع إنه زي تشويشات وأحلام بتجيلها في المنام فلا تأبه لها ولا تعبأ بها ولا تلتفت إليها غاية ما هنالك أن تعلم أن هذا من الشيطان وإنه أراد أن يحزنها أو أنه ينغص عليها حياتها فتنفخ ثلاث مرات عن يسارها وخلاص وفكرة الناس اللي بيعودوا يدوروا على تفسير كل حلم وحش أو حلم هما حاكم على القصة دي مع أن أنا أصحى الصبح أنا حلمت كذا فلازم أدور على تفسير الحلم اللي أنا حلمته ولا إيه؟ هو الإنسان مولع بحب المعرفة وفي عندنا كده رغبة شديدة في إن إحنا نحفر عشان نجيب المعلومات فالموضوع ده جاي من هنا لكن الدين والشريعة جاءت بأن وضع الشيء في نصابه لا نغالي في ذلك فنعيش حياتنا جراء أحلامنا لأنه في ناس أحلامهم بتدفعهم إلى تغيير مسارات حياتهم هو ده الخطر هو ده الغلط ولا في نفس الوقت نهمل ربما رأى الإنسان في منامه رؤية مبشرة طيبة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتهت النبوة ولم يبقى منها إلا المبشرات والمبشرات أن يرى الإنسان رؤية صادقة والرؤية الصادقة أنه يشوف إشارة لي معنى طيب يشوف أنه بيحج البيت الحرام يشوف أنه بيعتمر فيه بيزور سيدنا رسول الله مثل هذه الأشياء مبشرات يفرح بها